يا صباح الجمال يا صباح الفل يا صباح الهنا اهم حاجة الصباح صح يا جماعة لازم كده ايه نصبع على بعد كده تصبح حلوة كده معطبرة ما تيجوا النهاردة يا جماعة نعمل اكلة كده على رأي جوزي حرشة ايه الاكلة الحرشة ده اللي هو انا معرفهاش بس ايه هنقوم نعمل اكلة حرشة كده متدلع من الاخر بمكونات كده موجودة عندنا في التلاجة حت بكبتة كدهوت وشوية تنجان يا نار ابيض عالجمال وعالحلاوة قبل ما نبدأ على الفيديو الجبار لو اول مرة بتشوفوني اتنوروني في قناتي طبعا ولايك لو الفيديو عجبكم اول حاجة انا معي نص كيلو بتنجان عروس ومعي بقى الطماطم والبطاطس لان هستخدمها والفلفل والجرجيش زي ما انتو شايفين كده هوت تمام؟ الكبدة طبعا انا غسلها مقطعها حتة صغيرة وغسلها ونقعها بصراحة في الخل لان انا بحب نقعها في الخل تمام؟ زي ما انتو شايفين كده هوت قبل حاجة هبدأ بيها البتنجان دي بايزة كده يلا هو في الزبال على طول مشي هفتحوا كده من النص زي ما انتو شايفين هخلص الكمية كلها حتى تواصل زيت على النار اول ما تبدأ تسخن هنزل بتنجان بتاعي لغات لما يتحمر خالص تمام؟ ياخدوا اللون من هنا وياخدوا اللون من هنا ولو بتحيس انه لما يدخل في السوا بيفتح نفسه كده عشان يستوي كويس كده اهوت بقى زي الفل معي بسم الله ما شاء الله اتحمره بقى حلو جدا جدا نقبنا نطلعه ونعمله الخلطة السريعة بتاعته عبارة عن فصل من التوم تمط ماية قرنفلفل حامي وقرنفلفل رومي ومعلقة من الخل ولمونة وشوية ملح وفلفل وكمون فقط لغير بصي بقى يا ست الكل لو مثلا التوم مثلا بيتعبك او بيتعب صدرك او الكلام ده كله تدرابيه كويس جدا في الكبه تخليه اللي هو مش باين اصلا التوم عايز اقولك ان ان انتو بتاكل بتنجان من هنا وما بتحيسيش بقى اي حاجة بجد جرابي وشوفي تمام انا خليته عامل زي العصير زي ما انتو شايفين كده هوا مش نبدأ نحش كده كل بتنجانية حط فيها معلقة بجد يا جماعة دي كانت اكلة تحفة انا عايز اقولكو ان انا محضر الاكلة دي تقريبا الساعة 12 بالليل تمام جبت طماط ماية كده هوا مش هوصل للاخر هعملها زي شجرة كده زي وردة كده زي ما انتو شايفين كده هوا مشي وحط فيها نفس الخلطة بتاعت البتنجان كانت فضيعة بجد الطماطم المخللة دي حاجة كده فاخر من الاخر زي ما انتو ش الفلفل كده حامي عشان ايه على ما يحب الفلفل تمام خلصنا بقى من البتنجان ندخل بقى على البطاطس معايا كده مثلا مايو عادل نص كيلو بطاطس هحمرو هقطعه قصد صوابع زي ما انتو شايفين بعد ما يتقشر هيتغسل وبعد كده قطعه صوابع ونبدأ ان احنا في الطاصة برضو بتاعت زيت اللي هو بتاعت البتنجان ونبدأ نقليها على طول تمام ليه انا ما قالتش مثلا البطاطس الاول عشان خاطر الاكلة تبقى سخنة بقصد البتنجان لو برد شوية مش مشكلة لكن الب انتو شايفين كده هوت انا حاطتها كلها مرة واحدة تعالوا بقى ندخل على الكبدة انا معايا كتعة الكبدة هيت يا جماعة زي الفل تمام كده معايا بقى كده ايه بصلتين كده عشان تطلع ايه زي كبدة العربية كده عفين انتو مهما ان كان برضو ليه عشان نورنا بصراحة بصلتين كده حلوين محترمين كده هوت هقطعهم كتعة صغيرة ومعايا قرنفلفل حامي وقرنفلفل رومي والقرنفلفل اللي هو المتوسط ده ده يعني مش حامي ومش باري تمام كد زي ما انتو شايفين كده هوت اقطع كله قطع مرة واحدة على فوق بعض كده تمام حتى طاصة بقى على النار فيها معلقتين تلاتة من الزيت وسايبها تسخن عشان اول ما حط البصلية بتاعتي ايه يعني تتبل كده معايا على طول كمام زي ما قلت لكم انا عاملة الاكل متأخر بس بصراحة مش ده اصل الاكل اللي كان في دماغي لقيته داخل بقى ويقول لي اني عايز اكلة حرشة ومرشة بس كده ده انا حقوم اولعلك في الدنيا ما تقلقش ماشي ما خدش عايز اقول لكم الاكلة كل الله ما خدش تقريبا نصف ساعة مش شاء الله كده كل حاجة على عين يا جماعة كل حاجة بتتزبر زي ما انتو شايفين كده هوت انا مش عايزاها تاخد لون انا عايزاها تبقى يعني دابلانة وفي نفس الوقت البصلية مستوية يعني ما تقافش مثلا كده تحت سنانك ولا حاجة زي ما انتو شايفين هشوح فيها يمين وشمال كده هوت واسيبها مع نفسها بس قبل ما اسيبها هحياها الاول شوية فلفل اسود وشوية كمون وشوية ملح فقط لا غير مفيش اجمل ولا اسهل ولا احلى من كده ما شاء الله اللهم بارد كده انتو عارفين يا جماعة ان الكبدة ما بتاخدش اصلا سوا بيتضافل لهاش ميا ولا اي حاجة هي بتنزل السوس بتاعها كده وبتبقى زي الفوت تمام زي ما انتو شايفين كده هوت انا حاطت التوابر واسبها بقى كده على جمع وتعالوا بقى ايه نشوف بقى بقية الاكلة بتاعتنا كده خلصنا كل حاجة طلعت كمان البطاطس مشي وزبطت كل حاجة وغسلت الجرجير وخليت الدنيا تمام التمام تعالوا بقى كده نغرف الاكلة بتاعتنا الجبارة شايفين الكبدة يا جماعة بجد كانت فضيعة حرفيا حلوة جدا جدا وسهلة كده والاكلة كلها ما شاء الله زي ما قلت لكم ما خدتش نص ساعة ايه رأييكم في الجمال والحلاوة اتفضلوا عندنا ايه رأييكم طبق المخلل كمان اللي انا كنت مخللها معاكم بجد اكلة فاخر من الاخر لو عجبتكم الوصفة وكانت سهلة عليكم ما تنسونوش في اللايك يا جماعة والدعوة حلوة كده من القلب وكومنتات يا جماعة بفرح جدا بكومنتاتكم حتى لو قلت لي